في إطار الجهود المشتركة لمواجهة الشائعات ونشر المعلومات الصحيحة الموثوقة دعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني دعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية واسيقاء المعلومات الصحيحة منها وعدم الإنجراف وراء الشائعات والعمل على التصدي لها وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف النقيب الركن حياة عبد المجيد أحمد رئيس فرع في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مساء الخير سعادة النقيب وما هو دور إدارة الجرائم الإلكترونية في مواجهة الشائعات التي تضر بالنسيج المجتمعي وما هو المطلوب اليوم حتى من المجتمع للتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة هذه الآفة مساء الخير تعمل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية على رصد الأخبار والشائعات وتتبع مصدر الشائعات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المصدر مروج الشائعة ومواصلة عملية التوعية والتبقيف للمجتمع من خلال المقابلات الصحفية والبرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي للعمل على طلاعهم على الإجراءات المتخذة تجاه نشر الشائعات واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الصحيحة المطلوب هنا من المجتمع البحريني أن يلتزم بشعار مجتمع واعي والذي دشنه قائد مسيرة الفريق الوطني سيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بأن يكون مجتمع واعي يعي بوجود من يتربف لضرب النسيج الاجتماعي البحريني من خلال نشر الشائعات التي من شأنها أن تعمل على تشتيته وأرباكه وذلك بغرض إحداث فجوة الهدف منها تحقيق أجندة معينة وهنا يستوجب أن يكون المجتمع في قضاء دائمة وعدم الأنسياق وراء تلك الشائعات والتقيد أيضا بالتعليمات والقرارات والمعلومات التي تصدر من الجهات الرسمية فمنها هي الجهات المعنية المسؤولة والمختصة في نشر الأخبار كما أن قيادتنا رشيدة تعمل جاهدة على توفير كل ما يخدم الوطن والمواطنين والمقيمين في جميع الظروف ففي هذه الحالة إن كان هناك إبلاق عن شائعة ما يمكنكم التواصل على هاتف الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 992 أو بالاتصال المباشر على هاتف الإدارة العامة 1710800 أو خط الواتساب الخاص بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية 17108108 وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على وجه السرعة نعم النقيب الركن حيات عبد المجيد أحمد رئيس فرع في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني شكرا جزيلا لك